موسيقى ألي الشيخ يكلف سامي الجابر بدراسة ملف استضافة المملكة لنهايات كاسي أسيا موسيقى ملعب الجوهرى يحتضن قمة أمريكية جنوبية في نهاي سوبر كلاسيكو موسيقى موسيقى نشراء رياضية من الإخبارية أهلا بكم أكد رئيس الهيئة العامة لرياضة تركي ألي الشيخ أن المملكة أصبحت قبلة مهمة لرياضيين وأعلن ألي الشيخ في مداخلة تلفزيونية تكليف سامي الجابر مسؤول العلاقات الدولية في الهيئة بإعداد دراسة وملف المملكة لاستضافة لنهايات كاسي أسيا مشيدا في الوقت ذاته بالنقل التلفزيوني لبطولة سوبر كلاسيكو لا يزال التعادل السربي بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني قائما في نهاي بطولة سوبر كلاسيكو الذي يقام الآن على ملعب مدينة الملكة عبدالله الرياضية في جدة وتحمل المباراة الرقم 105 في سجل مبارتي أو مباريات الفريقيين عبر تاريخهما الطوي الذي شهد 38 فوزا لصالح الأرجنتين وأربعين انتصارا لصالح البرازيل وكان المنتخب الأول أنهى مشاركته في بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية بالتعادل مع نظيره العراقي بهدف لمثله في لقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملكة السعود بالرياض التفاصيل في التقرير التالي نتابع في ثالث مواجهات البطولة الدولية الودية تعادل المنتخب الأول مع نظيره العراقي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض وبعد شوط أول سلبي افتتح منتخب العراق التسجيل عن طريق مهند علي في الدقيقة السبعين وأدرك الأخضر التعادل عن طريق البديل عبد العزيز البيشي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع الحمد لله على كل حال يعني مباراة ممتعة كانت من الطرفية من المنتخب السعودية ومنتخب العراقي الفائدة الكبيرة اللي كانت من المباراة سواء الجهاز الفني المنتخب السعودية والعراق هنتوقع أنه اتحققت بشكل كبير بالذات أنت بتلعب بمستوى المنتخبات اللي هتواجهها في كاس آسيا الحمد لله وشكرا علينا اللاعبين نحن نؤمن بهذا الشيء فوزة وخسارة وتعادل علينا أن ننسى هذه المباراة نحن تنتظرنا بطولة هاسة بطولة مهمة وبطولة صعبة هذه المباراة هي مباراة تجربية من خلال هذه المباراة المدرب يشوف يعني اللاعبين ويارب التوفيق للجميع إن شاء الله وبهذه المواجهة اختتم المنتخبان مشاركتهما في بطولة سوبر كلاسيكو والتي جاءت ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات كأس أمم آسيا في الإمارات كأس أمم آسيا وضعت الأخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية بينما وضعت أسود الرافدين في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وفتنام واليمن حمد الموينع الإخبارية اليوم إذا نحكي على الفائدة الفنية فبالتأكيد منتخبات مثل العراق والسعودية تستفاد كثير من تواجد الأرجنتين تواجد البرازيل اللعب أمامها إزالة الرهبة التفكير مستقبلا بخطوات أخرى فرق البرازيل والأرجنتين أيضا تستفيد لما تجي تلعب بأماكن شوية بعيدة عنهم وبالتالي يلتقون بجماهيرهم يعرفون أنه إحنا كعرب نعشق كرة القدم ونفهم كرة القدم ونشجع كرة القدم بكل شغف اليوم هذه السوبر كلاسيكو فرصة مهمة لكرة القدم العربية حتى تصل إلى العالمية بشكل أكبر الصراحة إحنا بداية نشكر ترك آل الشيخ صاحب الدعوة واللي هو روج لهذه الفكرة من نجيب إحنا العراق ما صعد كيس العالم وما تأهلنا كيس العالم بس أخواننا السعوديين وترك آل الشيخ هو جاء بنا كيس العالم لا تقول الشقيقين تقول الأخوة الأحبة الأعزة أبطال آسيا ثانهم السعودية والعراق الأخضرين هم الأخضرين أحسن فريقين بالوطن العربي أحسن فريقين بآسيا أحسن فريقين بالخليج السعودية القمة الكلاسيكو هالي البطولة وهي العراق والسعودية وعد مدرب المنتخب الأول إخوان بيتزي بمنتخب قوي قابلة أو قابلة خوضي غمار نهاية كاسم ومآسيا المقبلة مؤكدا استفادته من الأخطاء التي وقع فيها خلال البطولة الودية الرباعية وقال بيتزي في مؤتمر صحفي أن الأخضر قدم مبارتين كبيرتين في البطولة مضيفا أنه أشرك العديد من اللاعبين من أجل اختبار جاهزيتهم ووصف بيتزي نفسه بالرجل الجاد في عمله والدقيق مشيرا أن هذه الصفات ستمكنه من أداء مهمته مع الأخضر على النحو الجيد قبل البطولة القارية في المقابل وعد مدرب المنتخب العراقي كاتينيتش التعادل أمام الأخضر بمثابة الفوز والانتصار مشيدا بالتنظيم الذي يلعب به الفريق والانضباط التكتيكي للاعبيه ومهاراتهم ولفت كاتينيتش إلى أن أسود الرافدين في مرحلة الإعداد للمستقبل من أجل بناء فريقا ينافس على البطولات أبدأ الشارع الرياضي رضاه التام عن مستوى وأداء أسود الرافدين في بطولة السوبر كلاسيتو حيث خسر من الأرجنتين برباعية قبل أن يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله نتابع الخروج بذات نقطة وبكافة التعادل هو جل ما يرضي جمهور الرياضي العراقي المتعطش لرؤية أسود الرافدين وهم يقابلون الأخضر السعودي على أرضه وبين جمهوره منتخبنا قدم شيء يعني أكثر من اللي كانت متصورينه في هذه البلد والحمد لله مباراة جديدة جدا مع السعودية ونشكر السعودية لاستضافتهم تتثقى عالية لللاعبين مع الرغم أنه منتخبنا قدم أداء جيد بشوط الأول ولكن فرص ضاعة أهدروا فرص كثيرة رغم أن النتيجة لم تكن محطة اهتمام المتابع العراقي لكن المستوى والإداء جيد كان مطلوبا ليعيش المشجع لأجواء السحر للكرة المستديرة خصوصا وأن الخصم والآخر أظهر مستوى فنيا أنهى به الدقائق الأخيرة للمباراة لصالحه المنتخب العراقي يراد لهيش لعبات ويهيش فرق مثل الرجنتين والبرازيل والسعودية كذلك مستواهة عالي يستفاد من مهارات يعني يصير لعبهم مقارب ممكن يعني يصير لعبهم مقارب على هضو لمبادرة الجميلة بخصوص البطولة الغباعية أشوفها يعني متقاببة لأداء وإن شاء الله القادم أفضل ولا ينكر المتابعون البصمة العراقية التي كانت حاضرة في دقائق الشوط الثاني والتي أعطت الجمهور نوعا من الإطمئنان على الاستحقاق القاري المقبل للعراق حاجة ورغبة الشارع الرياضي العراقي وجدت من يترجمها في الجهة التنظيمية والراعية للبطولة العربية والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية ناغمت ميمي بغداد قناة الإخبارية ومن العراق إلى إسبانيا حيث أصيب الجمهور الإسباني بخيبة أملا كبيرة بعد هزيمة الماتادور بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أجريت في مدينة يشبيل حيث كان يأمل الإسبان في الفوز على أن يذكر أو تلقائيا للمرحلة التالية من منافسات دور الأمم الأوروبية نتابع تعرض المنتخب الإسباني لهزيمة ثقيلة على يد نظيره الإنجليزي في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب بنيتو بيا مارين بمنينة إشبيليا لتقلب الطاولة على حسابات المدرب لويس انريكي الذي كان يأمل في الظفر بتذكرة المرور للمرحلة التالية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإنجليزي باغتنا في عدة هجمات مبادة وشكل لنا تحديا حقيقيا نحن لم نكن موفقين في بداية المباراة كما اخترفنا بعض الأخطاء الفردية وجاء الهدف الأول ليلقي بظلاله على محاولاتنا للسيطرة على مجريات الأمور كما أن الهدف زاد من ثقة الخصم في قدراته الصحافة الرياضية الصادرة اليوم في مدريد خصصت حيزا مهما للحديث عن هزيمة لاروخة حيث أكدت يومية ماركة الواسعة الانتشار أن المنتخب الإسباني قدم أداء دون المستوى فيما أكدت منذ دي بورتيبو أن ثقة لاعبية المنتخب الإسباني في فوز سهل على إنجلترا كان السبب الرئيسي للسقوط في إشبيليا يجب علينا لا ننسى أن المنتخب الإسباني يمر مباحلة انتقالية بسبب التغيرات التي تتم بقدوم المدرب الجديد أما فريق إنجلترا فيمتلك تشغيلة متماسكة ولديه نجوب كبار مثل هاريكين وغيرهم ورغم هزيمته أمام إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين إلا أن منتخب إسبانيا لا يزال متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة بعدما فاز في مبارتين فيما يحتل المنتخب الإنجليزي المرتبة الثانية أما المنتخب الكرواتي فقد اكتفى بالمركز الثالث والأخير هزيمة قاسية تعرض لها المنتخب الإسباني الذي لم يساعده عامل الجمهور في الفوز على منتخب إنجلترا والتأهل للمرحلة التالية حميد بلحسن الإخبارية مادريد وقبل الختام هذا تتكلم بأهم العناوي الشيخ يكلف سامي الجابر بدراسة ملف استضافة المملكة لنهائيات كأس آسيا ملعب الجوهرة يحتضن قمة أمريكية جنوبية في نهاي سوبر كلاسيتو ما هي تأخبار رياضة ولمزيدا من التفاصيل زورونا على تويتر في أمان الله اشتركوا في القناة